السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الأعزاء في فيديو جديد وأخبار جديدة إن شاء الله فيديو سنتطرق فيه كما فعلنا دائما لأهم أخبار لاعبين المحترفين وأيضا بعض أخبار منتخب الوطني لننطلق خاض لاعب الخضر رشيد غزال أمس الأربعة أول حصة تدريبية له مع فريقه الجديد بزيكتاس تركي رشيد التقى لي أول مرة مع مدربه سيرجين يالتشين على الملعب حيث شرح له خططه وطريقة لعبه وأيضا المكان الذي قد يشغله لاعب الخضر عبر عن رغبته الكبيرة في المشاركة سريعا حيث قال أنه سيستغل الثلاث أسابيع المقبلة من أجل الرفع من وضعه البدني للمشاركة في لقاء دانزلي سبور والذي سيقام يوم السادس والعشرون من الشهر الحالي أكتوبر كشف الموقع الرسمي لنادي مونشيستر سيتي عن قائمة من 21 اسما ستكون معنية بلاعب منافسة دور أبطال أوروبا للموسم الحالي القائمة ومن دون مفاجأة تذكر عرف التواجد لعب الخضر الرياض محرس القائمة أولية وفقط والقوائم النهائية سترسل للاتحاد الأوروبي بتاريخ العشرين من شهر أكتوبر الحالي وهي القوائم الأهم كشفت صحيفة الصباح التركية عن واقع غريبة حدثت للاعب الخضر صوفيان في قولي وذلك في لقاء قاسم باشا قبل أربع أيام من الآن في قولي وكما هو معلوم قدم مستوسي جدا ونال نقدا لاذعا من الإعلام لكن الغريب أن أولى الانتقادة أتت من المنصة الشرفية وأثناء اللقاء حيث صرخ في وجهه نائب رئيس كالتا صراي عبد الرحمن بيرق بعد أن أخر في قولي هجمتين متتاليتين كما أنه قلل من شأنه على مرأة ومسمع جميع الحضور ويبدو أن في قولي يعاني من حملة موجهة ضده فعلا ليس فقط من الصحافة لكن من الإدارة أيضا يعيش المهاجم الجزائري بلالعمراني أيام سيئة في نادي كلوج الروماني حيث تعرض لهجوم حاد قبل أيام من قبل مدرب الفريق دام بيتريسكو عطفا على تراجع مستواه بيتريسكو قال أن عمراني لم يعود ذلك اللاعب الهام عقله ليس في الفريق وكل تفكيره في الرحيل وعلى الإدارة تركه يرحل عوض التمسك به بهذه الطريقة إدارة كلوج الروماني ردت على المدرب بيتريسكو حيث قال ماريو سبيلسكو وهو أحد أعضاء مجلس الإدارة أن عمراني لاعب مهم في الفريق والكل يدعمه والنادي لن يتخلى عنه رغم أنه اعترف أنه يمر بفترة سيئة جدا يشار إلى أن عمراني لم يسجل أي هدف في العام الجديد 2020 مع الإشارة أيضا أنه دخل في سرع مع الإدارة التي لم تسمح له بالتنقل للليغة والبريمير ليغ رغم وجود عروض محترمة أخبار المنتخب الوطني الآن الفاف أعلنت عبر موقعها الرسمي تغيير ملعب لقاء نيجيريا غدا حيث كان مبرمجا بداية في ملعب صغير اسمه جاك ليمنس لكن تم تغيير الملعب إلى وارثل سي ستاديون وهو ملعب كبير وجميل عكس الملعب الأول بالنسبة لثلاث التحكيم فقد تم تعيين ثلاث التحكيم نمساوي يقودهم الحكم الرئيسي مانوال شوتنغروبر بمساعدة كل من الحكم رولان براندر والحكمة صارم تيليك المجموعة تكون قد اكتملت بالتحاق دوخه ودرفل وابونجاح ولكن أيضا بالتحاق بالناصر الذي سمح له بالتأخر بعد ازديان فراشه بمولود جديد إلى هنا يكون فيديو اليوم قد انتهى نلتقي في عدد جديد إن شاء الله سلام اشتركوا في القناة